كل دول العالم تتلف المخدرات عبر إحراقها وفي العراق يتم إعادة التدوير هذه المادة القاتلة حيث كشف النائب عدنان الجحيشي أن المخدرات المضبوطة في العراق تذهب إلى وزارة الصحة وتحول إلى مسحوق ثم تعود إلى التجار مجددا مراقبون يرون أنه أمر ليس بالغريب في بلد بات يغرق بالمخدرات وتهريبها عبر إيران المتحكمة بكافة مفاصل الحياة داخل العراق من خلال ميليشياتها والأحزاب الولائية المتحكمة بالعراق بعد عام 2003 وفي هذا الخصوص المحى العديد من المسؤولين في العراق إلى عدم تعاون إيران فيما يخص مكافحة هذه الآفة موضوع المخدرات تعتبر أن محاوف ميسان هي أهم منفذ ومدخل وممر للمخدرات من الجانب الإيراني وهذا تم رفع بتقرير باعتبار أنه السيطرة على الحدود النقطة الأساسية في السيطرة على موضوع المخدرات بلغة الأرقام ازدادت نسبة متعاطي المخدرات في المحافظات القريبة من الحدود الإيرانية إذ كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن وجود مناطق رخوة مع أربع دول مجاورة للعراق تسببت بانتشار المخدرات كما ارتفع عدد المدمنين على المواد المخدرة بين الشباب العراقية إلى خمسة بالمئة مقارنة مع العام الماضي بحسب إحصائية لوزارة الصحة ويرى مراقبون أن آفة المخدرات ستزداد استفحالاً كغيرها من الآفات التي يعاني منها العراقيون في ظل نفوذ إيراني يرى العراق حديقة خلفية لمصالحه وميليشيات مستعدة لتدمير العراق والمجتمع العراقي مقابل حفنة من الدولارات